اشتركوا في القناة سياسية مفصومة كليا عن واقع السوريين وتضحياتهم وبدأت باكرا بتقديم تنازلات والأخرى على حساب دماء السوريين والدخول في مسلسل مؤامرات أو مؤتمرات تحديدا لا متناهية وصولا للقبول بممثلين عن نظام الأسد ضمن هيئة المفاوضات حتى بات النظام الذي قتل السوريين ذاته محاورا للنظام ما بين أولى نداءات الحرية والكرام ظاهرة 18 من أذار 2011 ودماء ما زال السوريون يقدمونها إلى اليوم ثمنا باهضا في ثورتهم ضد نظام الأسد وبين ما وصل إليه من قيل أنهم ممثلوا الثورة سياسيا أو كما يراهم الكثير من أبناء الثورة باعتبارهم الجهة التي اخترقت الثورة السورية ومن أوصلها هذه الحالة وبعد سبع سنوات وقرابة المليون شهيد وعشرات ألاف المعتقالين وملايين المهجرين تمخضت ما تسمى بالمعارضة السياسية فولدت فأرا قدري جميل وزير تجارة النظام عضو مجلس شعبه يفرض على السوريين وثورتهم كأحد الرموز المعارضة بل ويظهر رئيس منصة موسكو التي صهرت مؤخرا في الهيئة العليا للمفاوضات مع مجرم الحرب علي كيالي مسؤول مجزرة البيضة في بانياس إنجازات تحسب صراحة لما تسمى بالمعارضة السياسية لكن كيف تدرجت تلك الواجهة من فشل إلى آخر وكيف حولت القتل من بشار وإيران وبوتين لضامنين تارا وشركاء حوار لإيجاد حل سياسي مع القتل تارة أخرى وإلى أي حد شكلت تلك الواجهة عبءا على السوريين وتضحياتهم ومقتلا للثوار والجيش الحر وشرعيته يقول منصور أتاسي وهو معارض سياسي في شهادة الله إن ضابطا لنظام الأسد عرض عليه أواخر 2011 الانضمام لمجموعة قدر جميل والخروج من السجن معززا مكرما رفض أتاسي العرض ثم جئ بمعتقل مكبل آخر ووافق بعد لقائه قدر جميل على الانضمام لتجمعه بهدف الظهور كشكل معارض ولكن من إنتاج النظام أجهزته التي باتت وظيفتها تأمين أعضاء لتياره ومع فشل المجلس الوطني الذي أعلن عن تشكيله أواخر 2011 بتمثيل الثورة سياسيا أعلن في قطر في أيلول 2012 عن تشكيل الإتلاف الوطني ثم ما لبث رئيسه معاذ الخطيب أن فاجأ السوريين برسالة يدعو فيها للحوار مع نظام الأسد ويدعو مجرم الكيماوي والبراميل بشار الأسد إلى النظر في عيني أطفاله طبعا لم يستجب الأسد لدعوة الخطيب ولهذا الأداء السياسي الفذ المفارقة هنا أن السوريين أصحاب القضية والثورة كانوا حينها مصرين على مظاهراتهم في معظم المدن والبلدات السورية ليستكمل بعدها الإتلاف الوطني سلسلة إخفاقاته عبر غياب واضح لمؤسساته الإدارية والعسكرية في المناطق المحررة ولم تكن الحكومة المؤقتة أفضل حالا في أدائها السياسي وصولا لمباحثات جينيف التي حولت لمسلسل لا ينتهي من حديث عن حل سياسي لم ولن يأتي ورغم أن الإتلاف بحسب معلقين سوريين كان بإمكانه بكل بساطة إعلان انسحابه من مباحثات هدفها المباحثات فقط ويعطاء مزيد من الوقت للنظام لعادة إنتاج نفسه أصرت الواجهة السياسية على إنجازاتها ودخلت مجددا بمسلسل أستانة مع العدو الروسي ذاته هذه المرة ثم رضخت رغما عن السوري الذي يقصفه الأسد وروسيا لإشراك منصتين موسكو والقاهرة في هيئة المفاوضات وفيما لم تخفي تلك المنصات تأييدها للنظام وأجهزته بات اليوم نظام الأسد محاورا لنظام الأسد وما زالت الواجهة السياسية تدعي تمثيلها للسوريين وثورتهم ضد الأسد ونظامه وتلوك الدعاءاتها أناقش طبعا ما ورد في هذا التقرير مع الدكتور عبدالعزيز ديوب الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي هنا في الستوديو أهلا بك دكتور عبدالعزيز وأهلا وسهلا فيك وأيضا مع الدكتور منذر ماخوس سفير الاتلاف الوطني في باريس مباشرة من باريس أهلا بك دكتور منذر وأيضا أرحب بالسيد جوناثان فراير الأكاديمي والباحث السياسي من لندن أهلا بك سيد فراير إذن أبدأ معك دكتور عبدالعزيز ديوب ما أسباب فشل المعارضة السياسية في طرح فكرة واحدة إيصال فكرة الثورة السورية بشكل صحيح إلى الطرف الذي من المفترض أن يستجيب لنداءات الشعب مطالب الشعب السوري بداية لا بد من التنويه إلى الحالة السورية في قدمها أي بمعنى آخر فيما بعد 67 حيث أن الحالة السائدة آنذاك وخاصة بعد انقلاب حافظ الأسد في 1970 أصبحت الحالة السورية حالة فريدة من نوعها أي الحالة السياسية أقصد أي أضحت السياسة ضرب من ضروب الخيال ممنوع العمل في السياسة ممنوع الحديث في السياسة بإمكان أي مواطن أن يعمل ما يشاء أن يقوم بما يشاء بداية من تهريب المخدرات إلى الرشوة إلى آخره أما السياسة فهذا خط أحمر وأجاد هذه اللعبة حافظ الأسد طبعا ليس من قبيله مباشرة إنما بتخطيط مراكز أبحاث متخصصة في هذا المجال ساهمت في تحقيق هذا الهدف لهو التصحر السياسي في سوريا وبمعنى آخر عندما تتحول سوريا إلى صحراء سياسي هذا يعني تلاشي أي شيء له في مسمياته كمعارضة أو أي معنى آخر سميها ما شئت معارضة ثم كانت لكن في كافة الأحوال لن تتواجد معارضة في سوريا منذ انقلاب حافظ الأسد عام السبعين حتى يومنا هذا طيب بالسبع سنوات ثورة ما كان من المفترض أن يكون فيه شخصيات الوطنية القادرة على لمشا من السياسيين السوريين وبالتالي تقديم سورة أفضل مما تم تقديمه الآن طبعا نحن ننظر إلى الانتقادات الكثيرة المواجهة للمعارضة السياسية الأفراد أو الأشخاص اللي تصدروا الموقف أو الحالة في سوريا بعد قيام الثورة في عام 2011 هؤلاء ليسوا سوى أفراد حقيقة لن يكونوا منتمين إلى أي تنظيم سياسي أو حزب معين وبالتالي هؤلاء ليسوا سوى أفراد وهؤلاء الأفراد كان كل منهم يعني يغني على ليلا أي بمعنى آخر لن تتواجد حتى في بداية السورة لن تتواجد معارضة حقيقية لها هيكلية لها إسوس لها مبادئ لها 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 وما عليها إنما كانت كما ذكرت مجموعة من الأفراد من الأشخاص تبوأوا أو تصدروا المشهد السوري عبر الإعلام المتنوع عبر الجزيرة عبر العربية عبر شتة أشكال العبطتي لا كان عندهم برنامج لا كان عندهم برنامج عمل لا كان عندهم برنامج سياسي لا كان عندهم ثقافة الثقافة الثورة لا كانت موجودة يعني هم التحقوا في الثورة وبالتالي هم يعني ما بدي اتهمهم ونقول انهم امتطوا الثورة لكن التحقوا فيها طيب خلان نتابع الاستطلاع طبعا اعملوه طبعا مراسلنا في الداخل السوري وفي الخارج ايضا حول الاخطاء التي ارتكبت في الثورة الى جانب الخطوات الصحيحة فيها طبعا من وجهة نظر من تم استطلاع اراءهم لن نتابع انا برأيي اول يعني موقع عصبنا فيه هو انطلاح للثورة للخلاص من ظلم فساد وستبداد اخطأنا كثيرا بعدم وجود تنظيم للثورة الثورة للأسف اتشردمت مدنيا وعسكريا عصبنا بالثورة عندما قمنا ضد الظلم من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية واخطأنا عندما تسلمت مقاليد الامور الى قوى محلية واقليمية وخارجية مما اثرت على الثورة بكل الاتجاهات السياسية او عسكرية منقول اصبنا اكيد لما الحمد لله ايدنا الثورة مون احنا اطلقناها اطفال درعة وغيرهم من شباب سوريا اللي كانوا بالداخل اصبنا لما ايدناها اصبنا لما علنا صوتنا اصبنا لما اتجمعنا لما تحركنا لما ما عادخفنا هاي اكيد اصبنا طبعا بعد ما تأخرنا خمسين سنة وصبرنا عن نظام اخطأنا لما قلبناها اسلامية رغم اني اسلامي ودمي انا مؤمن جدا ولكن اخطأنا خطأ استراتيجي لما اسلمناها وحملناها شعارات اسلامية اصبحت غير سورية بالكامل اللوحة السورية كبيرة وفيها الاسلامين وغير الاسلامين فنحنا لما اسلمناها لبسناها طب ما هو طبها السوري الكبير ففي اخطاء اكيد وفي محاسة اكيدة ولكن اكيد محاسة اكتر من اخطاء اصبنا في بعض الاحيان واخطأنا في بعض الاحيان بدايتها اصبنا ينفزينا على الظلم والاستبداد بس وقت اللي اخطأنا وقت اللي بعشنا يعني شلوم دي لك وقت اللي بعدنا عن رب العالمين وبلشنا لحنا نشتغل ببعض له السبب هذا انه يعني صار فيه تخبيص كثير بالاخير جالما لا يخطئ نحن بدأ يجربه بعد حكم 40 سنة من نظام البعث اذا ما من اخطئ فهذا بيكون اصلا اكبر خطأ اصبنا في سورتنا عندما قمنا ضد الظالم بشار الاساد والطغيان على هذا الشعب واخطأنا عندما امننا انه يوجد من يقوم بالنصر عنا ومساعدتنا بشكل عام اللي اخطأنا فيه هو الابتعاد عن العمل لمؤسسات المدني بشكل عام والخطأ الاكبر هو سيطرة العسكريين على مجال البلد والحياة العامة بالغطى الشرقية اخطأنا من البداية وقت اللي ولنا الامور لغير اهلها يعني نحن كان خطأنا الاول والاخير اذا استمرنا عليه الخطأ هو توليد الامور لغير اهلها اصبنا انه نحن وقفنا تجاهها بوجه كل من تحالف ضد الانسانية اللي هنا بقولوا نحن مع الانسانية لا هنا بالعكس هنا ضد الانسانية بينا انه الشعب السوري هو شعب جبار اذا عدنا من جديد طبعا دكتور عبد العزيز سنتقل الدكتور منذر ماخوس معنا من باريس مباشرة سفير الاتلاف الوطني هناك اهلا بك دكتور منذر اذا دكتور عبد العزيز تحدث عن غياب اهلا بك تحدث عن غياب برنامج واضح للمعارضة السياسية قال بانهم كانوا عبارة عن افراد لم يكن لديهم ذلك التوجه كمعارضة سياسية مقولبة بالتالي ايضا اذا ما ربطنا هذا الموضوع بالاستطلاع في نقاط الاصابة وطبعا الاصابة بالثورة والاخطاء التي تم ارتكابها خلال السبع سنوات تفضل نعم الدكتور عبد العزيز قال قضايا مهمة للغاية بالحقيقة وهي ايضا تتقاطع مع تقريركم الذي احييكم على هذا التقرير انه طبعا ليس كامل تماما الكمال لله تعالى ولكن اشار الى نقاط بالغة الاهمية نقاط كان واضحا جدا وكان شجاعا نحن لا نسمع حخاصة على وسائل الاعلام القناة القنوات مثلا كلام بهذا الوضوح وبهذه الدقة هذا مهم جدا ايضا كنت استمع الى تعليقات الاخوان الناشطين ايضا مهمة جدا وهنا ايضا اقول انه من النادر ان يتم طرح اراء بهذه الصراحة والوضوح على الاعلام مباشرة بالاقتصار نعم الكارثة الكبيرة هي ان نقطة القوة الحقيقية للثورة السورية عبارة عن ثورة شعبية عفوية لم تكن وراها اي قوة منظمة هذه قوة نقطة ولكن تم سطو عليها وتحولت الى نقطة ضعف لان البرنامج الوطني السوري للأسف كان ولا يزال غائبا الناس في سوريا انتفضوا ضد نظام الاستبتاد والفساد هذا رائع وكان يجب ان تظل الامور محصورة بهذا الاطار لم تتم تشكيل قيادة حقيقية للثورة حتى بعد مرور سنة على الثورة بدل من ان تكون هنا قيادة حقيقية كما قلت تم مصطه على الثورة وكل مؤسسات الثورة التي تمت اعدادها في تقريركم نعم صحيح لم تكن بالحقيقة تحمل المشروع الوطني السوري الذي انتفض من اجله السوريون عام 2011 وانما كانت تلبي اجندات للدول الاقليمية والدولية باستمرار وحتى هذه اللحظة نحن كمعارضة سورية اصبحنا رهائن لكل هذه الاجندات وليسنا نملك ابدا حق تقرير اي شيء في السورة السورية الى الساحة من اجل ان تكون حروب بالوكالة ان تكون هناك ادوات سورية تنفذ الاجندات الاجنبية بكل اشكالها السياسية والاقتصادية في هذه النقطة دكتور منذر دعني انتقل بها الى سيد جوناثان طبعا فراير الاكاديمي والباحث السياسي من لندن معنا مباشرة اهلا بك من جديد سيد جوناثان اذا نتحدث عن تحويل المعارضة الى ادات بيد الغرب لكن اذا ما توقفنا عند التخاضل الدولي برأيك بخصوص الملف السياسي السوري ما اسباب هذا التخاضل برأيك اعتقد انه منذ بداية الثورة السورية كان هناك نوع تردد من قبل بعض الدول مثل فرنسا والمانيا بسبب ما حدث مسبقا الحرب في العراق عام 2003 عندما كانت بريطانيا عندما قام بريطانيا عندما قام بريطانيا بالرقض وراء امريكا في حربها في العراق ولا بد ان نتذكر مرة اخرى انه في مارس 2011 كان هناك العديد من الدول ايضا التي كانت مترددة وايضا ما حدث في مصر وايضا الخروج حسني مبارك من الحكم كل ذلك بالطبع جعل بعض الدول ايضا تشعر وكأن هناك امل ولكن بعض الحكومات الغربية بما في ذلك الحكومة البريطانية قالت انه ان كانت بريطانيا او فرنسا تود ان تتدخل في ذلك فقد يتم استخدام ذلك من قبل حكومة الاسد من اجل ان يجعل العالم يشعر وكأن هناك قوى غربية مسؤولة عن ما سيحدث في سوريا من حروب ومشكلات وانهم يتدخلون في الشؤون الداخلية مرة اخرى لذا فقد كان هناك تردد سياسي بالطبع بالاضافة الى مخاوف من ان يكون هناك اي تدخل عسكري في سوريا قد يؤدي في نهاية المطاف الى حرب كبيرة بدلا من ان تكون ثورة طب لماذا سمحتم بروسيا بالاستفراد في الملف السوري طبعا اذا ما نظرنا الى ضعف الدور الاوروبي امام دور الروسي في هذه الاوقات بالتحديد نشاهد ما يجري في سوريا الآن في الغوطة في مناطق كثيرة في سوريا من قصف ودمار وقتل وتهجير كل هذه السبع سنوات حتى بالطبع روسيا قد لعبت دورا عسكريا قويا جدا وبالطبع اخذت الدور المحورية عندما لم يكن هناك اي دور معطى لأي دولة اوروبية او حتى لامريكا واثناء رئاسة امريكا كان هناك بعض المعارضة لما تقوم به روسيا ولكن الان لا يوجد اي شيء ضد روسيا وذلك جعل روسيا حتى تنخرط جويا في الحرب وجعل الاسد ومن الواضح انه لم يعد يخشى شيئا كما كان في السابق ولكن بالطبع انه يحاول ان يقلل من الشأن الاوروبي من خلال التدخل الرسي ففي الماضي على سبيل المثال في حلب كان يقوم ببعض التصرفات في اوقات معينة كان بها الادوار ضعيفة ولم تكن هناك الانظار موجهة ناحية سوريا ولكن الان هو في الغوطة وبالطبع الان لابد ان يكون هناك دور الامم المتحدة ولابد ان يكون هناك مقاومة لمثل ذلك الدور الروسي لذا فمنه لموقف صعب للغاية في اللحظة الحالية وهذه الحرب كما تعرفون جميعا تعتبر مستمرة لسبعة اعوام وهي اطول من فترة الحرب العالمية الاولى واطول من فترة الحرب العالمية الثانية والشعب السوري هو الذي يستمر في النزوح ويتم قصفه وبالطبع هو في موقف محرج اذا فالمخاوف البريطانية الان بشكل رئيسي منذ تهديدات داعش ومنذ انقلت تهديدات داعش هو ان نرى كيف ان يتم جعل الموقف اكثر هدوءا واقل مشكلات واقل من ناحية المشكلات هل سنشاهد تصعيد بريطاني طبعا سأختم معك قبل الذهاب الى فاصل سيد جوناثان هل سنشاهد تصعيد من قبل بريطانيا اذا ما نظرنا الى هذه الحالة حالة التوتر المتصاعد بين بريطانيا وروسيا في الفترة الاخيرة طبعا لا اعتقد انه لا يجب ان نقوم بازادة الطين بل لا بالتحدث عن التوتر البريطاني الروسي لان هذه قضية مختلفة تماما وهذا ما رأيناه في العشرة ام الاخيرة بسبب المحاولة قتل المسؤول الروسي وابنته وبالطبع قد تصعدت الامور ما بين بريطانيا وروسيا وحتى ما بين روسيا والدول الاتحال الوربية لا اعتقد انه يجب ان نقوم بخلط هذه الامور ما بين الامور وبين المجهودات الدبلوماسية التي تحدث لان لدينا تركيا والايران وروسيا لديهم جهودهم التي يقومون بعملها الان حتى ويتحدثون حتى في ان يتم تقسيم سوريا الى ايدي ما بين ايدي مختلفة اذا هناك طموح جيد هنا في لندن وحتى في بعض العواصم الاوروبية الاخرى ان الموقف اصبح معقدا للغاية بسبب العديد من الاطراف المختلفة وليس فقط الحكومة السورية لان الحكومة السورية حتى لا تريد ان يكون هناك مذهب واضح وكما قال نظام الاسد ان هناك حكومة وهناك ارهاب بالطبع ان الامر ليس بسيطا كما تصور الحكومة السورية فهناك مجموعات مختلفة وحتى بعض الاطراف كانت موجودة في بريطانيا منذ فترة بعيدة وحتى ان هناك البريطانيين الذين يقومون ببعض المجهودات لمواجهة النظام السوري لذا اننا لا نود ان يكون هناك عدم استقرار ولكن الاهم والاستقرار في فترة القادمة اشكرك على هذه المداخلة سيدنات المفرائر الاكاديمي والباحث السياسي حدثتنا مباشرة من لندن انتقل اليك دكتور منذر ماخوس منذ بداية الثورة المجلس الوطني الاتلاف الحكومة السورية المؤقتة هيئة التفاوض وفد الرياض اثنان وغيرها من المؤسسات منصة موسكو منصة القاهرة حتى اللحظة لا يوجد جسم سياسي يمثل بالفعل طموحات الشعب السوري هل انت متفائل بان يوجد مثل هذا الجسم في المستقبل ويعني بدقيقة او دقيقتين كاقصح الدكتور منذر اعذرني لا للاسف لست متفائل بالحقيقة لانه كما نعرف تحيي دخل جاء التدخل الروسي سنة 2015 وغيرها المعادلة ولكن بين سنة 2011 هناك اربع سنوات حققت المعارضة العسكرية على وجه الخصوص نجاحات باهرة وكانت تسيطر على معظم التراب السوري هذا من ناحية لكن في الناحية الاخرى على صعيد السياسي تماما لم تنجح المعارضة على الإطلاق بخلق جسم معارض سوري ذو أجندة واضحة تحمل مشروع وطني وطني سوري أضح عدة خطوط تعتها وطني سوري وأصبحت مرتهنة للأجندات الأجنبية أسبح سوريا عبارة عن كعكة تقاسمها الدول الإقليمية والدولية وأصحة أيضا لتنفيذ المشاريع الأمبراطورية انظر ماذا فعلت وتفعل إيران حتى الآن وهي تستطيع أن تفعل ذلك طالما ليس هناك جسم واحد للثورة جسم سياسي وجسم عسكري لم ننظر إلى التاريخ الثورات الكثيرة التي حدثت في العالم انظر إلى الثورة الفيتامية إلى الثورة كوبا على أبواب أمريكا التي انتصرت على نظام طاغية كبير عندما بدأت بـ 80 شخص من المسلحين لماذا نحن عجزنا مع هذا الشعب الرائع الشعب الديناميكي الشعب السوري لا أريد أن أكون فلنقول زو أفق أو كلام قومي أو غير لا أبدا السوريين معروفون وكل العرب بشكل عام في الشرق الأوسط زو تجربة واسعة كبيرة لكن أصبحنا مرتهنين للأجندات الأجنبية طالما نحن ننفذ أنجات أجندات أجنبية وطالما نحن مرتهنين لها سياسيا وعسكدا لم نحدث ذلك لماذا فشلنا بخالق جيش وطني حقيقي نعم فشلنا لأن الدول التي تتقاسم سوريا ليس من مصلحتها وكانت بشكل مقصود تمنع تشكيل جيش وطني سوري بوجود حوالي 4200 ضابط من شاق من ألوية حتى نقباء ورواد وعمداء وهناك مئات العمداء مئات العقداء مئات المقدمين لماذا فشلنا أن كان يمكن استيعاب الفصائل السورية ضمن هذا الجيش زوء التنظيم والتنسيق والتمويل الموحد وبتراتبية جيش نظامي حقيقي لم يسمح للشعب السوري أن يكون جيشه هنا تكمل مثل المعارضة السياسية كانت ليست في أفضل حال شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا دكتور منذر ما أخذ سفير الاتلاف الوطني في باريس كنت معنا مباشرة من باريس دكتور عبد العزيز أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سنذهب إلى فاصل ومن بعده نتواصل مشاهدنا ومستمعينا أبقوا معنا موسيقى موسيقى موسيقى